من خمسين سنة كل ده كان صحرا اتحولت لمدينة متقلقة والمدينة الصحراوية الأسرع نموًا في العالم وصلنا دبي انك تبني مدينة زي دي واحدة من أكتر الأماكن سخونة على وجه الأرض مستحيل طب ازاي عملوها؟ دعونا نشوف أسرارها تمانية صباحاً في دبي درجة الحرارة في الشتاء 23 وناسبة جداً لأن في الصيف بتعدي الأربعين بس العشرة مليون من واطن مش محتاجين يقلقوا لأن التكنولوجيا حلت لهم المشكلة الاعجوبة التكنولوجية البارزة في المدينة برج خليفة تمنمية تمانية وعشرين متر أعلى ناطحة سحاب في العالم يقدر يعيش عليها 35 ألف بنيات ازاي الناس دي مش بتتشوي من الشمس والحرارة؟ الإجابة بسيطة المياه 34 مليون نتر مياه في اليوم للمبنى ده بس وانك تلاقي كم ده من المياه في أكتر الأماكن جفافة على الأرض تحدي كبير المدينة مفيهاش أنهار وبالكاد أي أمطار ومع ذلك دبي مليانة مياه إزاي ده ممكن؟ الإجابة 80 كيلو في الشرق في جبال الحجر لو أن الأماراتنا كانتش جفة زي ما هي حالياً شكل الأحجار أثبت أن الوديان اتعملت من ناحة المياه والنهارده المياه دي بتجري في الصخور في أعماق المدينة بس المياه ما بقتش كفايع أنها ترجو عطش المدينة فبقت تعتمد على محطات تحلية ضخمة بتحول مية البحر لمية عزبة ضخ المياه في ناطحات سحاب زي برج خليفة وباقي الأبراج تحدي كبير المياه بتتوزع في كل درج وكل طابق إنك تضخ المياه بمطور واحد بارتفاع زي برج خليفة خطر فبيكون عن طريق مواتير بتسلم بعض لحد ما توصل لأعلى البرج ودي نفس الطريقة في باقي المباني دبي فيها أكتر من 200 ناطحة سحاب فيه جوه آلاف الكلمترات من الأنابيب بتشفط ملايين اللترات من المياه في الدقيقة من الأنابيب مدفونة على العمق كبير في الراملة محمية من الحرارة جزء بسيط بيستخدمه الناس والباقي لتبريد المدينة المياه في قلب كل حاجة في دبي ومهندسين المدينة احترفوها السؤال الثاني هو إزاي بيخلوا ناطحات السحاب ثابتة على الراملة النعمة للصحر طيب أنا دلوتي في أكتر شارع مبهر في الشرط الأوسط شارع الشيخ زايد فيه أكتر من 50 ناطحة سحاب وكل برج فيهم بيوصل وزنه الربع مليون طن بس حواليهم وتحتهم راملة صحرة نعمة إزاي بيخلوها سبتة؟ في البلاد الطبيعية بتلاقي أرض الأساسات بعد أمطار معدودة لكن في دبي لازم يغفر لأكتر من 35 متر رامل عشان يلاقي حجر الأساسي ويملو الحفر دي الطين ساميك عشان ما تتقفلش بعدها بينزلوا قفاص حديد وبيضخوا فيها مئة طن أسمنت في كل حفر ولما بتنشف بتكون هي عميد الأساسات في الطبيعي مابنى عادي بيحتاج عدد مش كبير لكن في دبي بيحتاج متين وخمسين عمود وده سر انك تبني عالج دبي غابة من عميد الأسمنت مش بس كده عشان ينموا الأسمنت لازم يشتغلوا بالليل لان الصبح بتكون درجة الحرارة عالية جدا ومتبوز الأسمنت ازاي بيحموها من قوة الريح؟ دبي مغناطيس للأغنية والمشاهير وهنا بينزل أكثر الأثرياء منهم برج العرب واحد من أطول وأهلة الفنالية في العالم الفي اي بي بينزلوا بهليكوبتر فوق المبلغ بس الهبوط هنا مش دايما سهلة سرعة الريح قوية وفي دبي ممكن توصل ل130 كيلو في الساعة حماية المباني من العواصف تحدي ولازم يختبروا إزازها المباني ويخلوها تتحمل سرعات الريح لحد 145 كيلو في الساعة في برج العرب التكنولوجيا المدهشة فعلا مستخبية تحت الوجهة الريح اللي جاء من الخليج قوية جدا لدرجة خطر على المبنى وعشان كده عاملين هيكل خارجي اللي هو الشكل الحديد ده زي العمود الفقري والاختراع ده بيوزع قوة الريح وبيثبت المركز ده غير إن جوا الهيكل مركبين امتصاص للصدماء بتتحرك عكس اتجاه الريح وبتقلل الحركة أكتر المباني مصممة إنها تقاوم العواصف الرملية لأن دبي تقع على أكبر انتداد رملي في العالم صحرة الرابع الخالي السؤال الرابع هو النفط بينتج قد إيه؟ القوة ورا النمو الرهيب لدبي هو النفط مفيش مكان في العالم موجود في الكميات اللي موجودة في الخليج وعشان توصله مش سهر الماي بتوصل في دبي لسبعين متر وبعدها 4 كيلو رمل وسخور فوق حقول النفط في الخليج ما يساوي نص تريليون برميل النفط 200 مليون سنة منطقة كانت محيط وكانت حية كانت في القاع ومع الرسوبات فوقها والضغط على ملايين السنين تحولت لبترول والبترول بيدخل أكتر من 50 مليار دولار في السنة للإمارات السؤال الأخير إزاي بيوجهه قلة المساحة؟ دبي هي المدينة الصحراوية الأسرع نموا على وجه الأرض عشان تجلب الأغنية لازم تعرض عقارات على الشواطئ اللي موجود منها عدد محدود فالمهندسين تلعوا بفكرة جزيرة صناعية على شكل نخل حجمها يساوي 800 ملعب كورة جوا حاجز من 7 مليون طن صفور 94 مليون طن من الرمل عامل جزيرة لخمس ثلاث بيت ريزورت رفاهية في نص المياه بالطريقة دي دبي اتغلبت على لعيبة جيولوجي لأن خط الساحلي في دبي هو الأكثر استقامة في العالم عشان تشتري هنا محتاج كاش كاش كتير البيوت على الجزيرة بخمسين مليون دولار الجزيرة خلقت مساحل أكتر من ثلاثة مليون شخص ولسه في خطط يبنوا أكتر اختراعات زي دي رفعت دبي من الكثبان الرملية وحوالتها لللي هي عليه دلوقتي جوهرت الشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر